عزيزي المشاهدين أهلاً وسهلاً بيكو في حلقة جديدة من صالون الصحة والجمال زي ما عودناكو بالناقش كل حلقة موضوع مهم بيشغل بال الشارع المصري هنبدأ حلقتنا النهاردة بطرح سؤال بيشغل بال كثير من أولياء الأمور وهو كيف سيكون ملامح العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا والإجابة عن تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا ضيفين من الخبراء في مجال التعليم معنا الدكتورة سوزان أحمد علي الخبيرة والمفكرة التربوية والتعليمية ومسؤول التعليم التابع لمكتب جنيف أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا معنا كمان دكتور رأفة عمران دكتورة في الإدارة التربوية والتطوير المؤسسي وخبير دولي في مجال التعليم أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا ما فيش شك أن كل البيوت فيها واحد أو أكثر من أبنائنا اللي في مراحل التعليم المختلفة وبالتالي بنلاقي أن كل الأسر في مجتمعنا بيشغلهم وبيترقبوا إيه اللي هيحصل في بداية العام الدراسي الجديد يعني نبدأ كده بسؤال مع الدكتورة سوزان ونقول لدكتورة سوزان يعني كتير من الأسر متخوفة وقلقانة وده حصل في فترة الامتحانات السنوية العامة وكمان بالنسبة للتعليم الجامعي في امتحانات الفرق النهائية في الجامعة كان قبل الامتحانات لحقيقة كان جاي فوبيا كبيرة جداً فترة كبيرة قاعد أولياء الأمور بيحافظوا على أولادهم ما بيخرجوش بيطبقوا المباراة المختلفة في خليك في البيت وفجأة أنتوا هتنزلوا تمتحنوا وابتدى الرعب يدب في قلوب أولياء الأمور والأسر والأبناء نفسهم ولقينا كمان بعض الأبناء الطلاب خايفين يروح الامتحانات وابتدت بعض الاتحادات الطلابية تقول عايزين نشوف طريقة تانية نمتحن بيها غير أن انتوا يعني تعرضونا لهذه المواجهة ولكن لقينا بمشرة الجراح الحكومة ممثلة في الوزراء المعنيين واجهوا هذا التحدي واتخذوا مجموعة من الإجراءات والحمد لله تتم الامتحانات في سلام بالنسبة للمرحلة المجبرة للعام الدراسي الجديد هتبقى فيه يعني حاجات تانية فعايزين من وجهة نظر حاجة بقى المتطلبات المطلوب اتخذها بالنسبة لأولياء الأمور وبالنسبة للمؤسسات التعليمية للاندماج في المنظومة الجديدة للتعليم اللي الوزير معي الوزير طرحها خلال الفترة القليلة الماضية وأعلن عنها فعايزين حتى تقول لنا بقى إزاي نستعد وإزاي نكسر حاجز الخوف طبعا يعني أنا برضو عايز أقول وما نكرش أن الخطوة بتاعت انتحانات السنوية العامة في ظل جائحة كورونا كانت خطوة جريئة كانت فعلا يعني خطوة ما تتعملش إلا في مصر كل الدول العربية وكل الدول يعني الأجنبية برضو ما عملتش انتحانات السنوية عامة واستعادت عنها بحاجات تانية لكن إحنا أصرينا دكتور طريق شوقي والحكومة أصرت إن إن شاء الله بإذن الله السنوية العامة هتتعمل في معادها رغم جائحة كورونا مع الإجراءات الاحترازية كان طبعا زي ما حضرتك قلت كده أن أولياء الأمور كانوا متخوفين بس عدت على خير بالإرادة والعزيمة ومحن نتكلنا على ربنا وقمنا بالإجراءات الاحترازية طيب كانت جائحة كورونا هي تعتبر الفرصة الزهبية لتطبيق النحج الجديد اللي كان عايزه الدكتور طريق شوقي وهو دمج الذهاب إلى المؤسسات التعليمية يعني احتكاك المباشر مع المعلم وفي نفس الوقت التعليم الألكتروني فكانت دي وسيلة التعليم وجهاً لوجه أه والتعليم الألكتروني وأطلقوا عليه التعليم الهاجين أه ودي كان ومعالي وزير التعليم العالي أيضاً أكد عليه أكد عليه وفعلاً اتبعوا عن طريق الأبحث كانت دي البداية كانت دي التجربة اللي حتى عشان كده في الأول كانوا أولياء الأمور متخبطين الطلبة متخبطة أبحاث إيه ومش أبحاث إيه هي دي كانت تجربة علشان لما ييجي يتطبق الموضوع ده السنة الجديدة فالأولياء الأمور أو المعلمين يكونوا أخذوا على كده والحمد لله مرت بسلام رغم كل السلبيات وكان ده أول حاجز ده أول حاجز إحنا عدنا تمام نيجي بقى للنظام الجديد اللي هيتعامل أكيد طبعاً هنروح المدارس ده شيء طبيعي ولكن الدكتور طريق شوقي قال إن إن شاء الله دخول المدارس ستبقى في 17 عشرة هو إدى بعض المقترحات ولكنها ليست نهائية على سبيل المثال إن الأولاد بيش هيروحوا كل يوم هو الحقيقة أعلن في مجموعة من الاقترحات ويتم دراستها حالياً بيتم دراستها يعني الدكتور طريق مداش الفاينال كونفرميشن عليها ولكن في كلتا الحالات هيبقى فيه دمج ما بين المدرسة وما بين التعليم الأكتر طب المطلوب إيه في المرحلة دي؟ المطلوب بالنسبة لكل من لكل من أول حاجة المؤسسات التعليمية أول حاجة طبعاً إن إحنا بالنسبة للوزارة لابد وأن تعد المعلمين الأول الإعداد اللازم قبل بداية العام الدراسي إنه هم إزاي يتعاملوا مع محاضرات الأونلاين اللي المفروض هيبدوها للأولاد في البيت في الأيام اللي هم مش هيروخوا فيها لازم يتطوروا في النحية التكنولوجية ويتسقفوا في النحية التكنولوجية التسقيف الملائم للنهج الجديد دي نمر واحد دي أول مسؤولية بتقع على الوزارة نحية المعلمين الوزارة نحية المعلمين وأعتقد إن فيه اتفاق تم ما بين الوزارات المعنية بالتعليم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الاتصالات لتأهيل المعلمين للمرحلة الجاية الجديدة في ظل التحول للرقم نمرة اتنين طيب دور المؤسسات التعليمية نفسها في ظل إن الأولاد لو راحوا حتى لو راحوا يومين أو ثلاثة طبعا إحنا مش عايزين نقول لهم إن لازم يكونوا متأكدين من تعقيم مدارسهم التعقيم المتلائم مع جائحة كورونا سواء بقى أقلت أو زادت المهم إن لسه الوباء موجود وبالتالي لابد أن تكون المتابعة مشددة على كيفية تنفيذ المدارس لهذه الإجراءات الاحترازية عايزين نقف عند الحتة دي دكتورة والجول وبصفة حك في منظمة دولية معنية بشؤون التعليم المجتمعات بتاعتنا هل حقيقة شايفة إن هي يعني في كل الأماكن بتتساوى مع فكرة إنها تقدر توفر أسليب الأمن والسلامة المهنية والصحية والبيئية اللي طلبنا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية ولا يعني محتاجين نركز عليهم لا مهو أنا لو قلت حضرتك إنه هم فعلا بيكونوا إكسلنت معهم في المتابعة أنا بكذب معلش لا في بعض الجهات وبعض الأماكن وبعض الإدارات وبعض المدريات بيكون فيها التقاعص أو عدم متابعة جيدة للتعليمات اللي بتصدرها الوزارة يعني الوزارة بتطلع تعليمات واحد اتنين تلاتة اربعة المفروض الجهات التانية بتنفذها على الوجه الأكمل المفروض إنه في لجان متابعة ورقابة علشان تتأكد من إن المدارس والإدارات قامت بالإيه بتنفيذ القرارات الجاية من الوزارة ففيه بعض الجهات فعلا ما بتتبعش وده بيسبب لنا كوارس الموضوع اللي حاج بالكلمة فيه مهم جدا ولازم نركز فيه ولكن هرجع اللحاج بعد ما توجه لدكتور رقفة يعني بسؤال في غاية الأهمية وهو ناس كتيرة تابعت تصريحات معالي للوزير النشيد إن في بداية العام المقترحة المقبل 17 أكتوبر في بعض التقسيمات اللي أشر إليها ولكن يعني أشوفها بعض الغموض الناس مش عارفة هي التقسيمات دي ليه وتعاملت ليه وسببها إيه وإيه المعايير اللي من أجلها تمت هذه التقسيمات فهذاك الأول وضح لنا التقسيمات إيه مقترحة ومبرراتها تمام هو لو إحنا بصينا كان العام الدراسي في الطبيعة بيبدأ في الأسبوعين الأخارة من شهر 9 الكل اللي اتأخروا إحنا كان بيبدأ 26 تسعة حاجة زي كده يعتبر في حدود ثلاث أسابيع التأخير كانت إزحة بسيطة يعني السبب لا فيه سبب ورا كده برضو منظمة الصحة العالمية قالت إن سيتم انحصار انتشار المرض الفيروس نفسه بتاع كورونا في آخر شهر 10 وبداية شهر 11 دي على مستوى العالم وفي نفس التوقيت هيكون نزل المصل الوقائي اللي هو كاحتراز وينتشر بصورة كبيرة جدا وليكن فوق الـ 60% زي ما قالت منظمة الصحة العالمية هو بصفة خبير طربوي أنا آسف للمقطعة يعني مش شايف أنه يعني إحنا في حالة مختلفة من نظام الإدارة اللي بتعتمد على البيانات والمعلومات ما أنا أقول لحضرتك هو بيان ومعلومة مدروسة متاخدة من زوي التخصص ولذلك ما بيتخص قرار في وزارة تربية التعليم دلوقتي قال لما بيجيب وزارة الصحة وياخد مشورتها فيما يخص يعني عايزة أقول إن دي التجربة فريدة ما كناش بمر بيها أن القرارات لازم تكون في إطار والموقف علمنا وأكسبنا خبرات جديدة زي كده ما الدكتورة كلمت في الأبحاث واخد الخط منها في حاجة معينة إن المفروض مناهجنا الجديدة تتضمن كشور ما بقولش إن الأبحاث بتاعة الماجستير والدكتورة كشور لكيفية عمل بحث بطريقة علمية لا دي نقطة مهمة لازم نفرد ليها ونتكلم فيها لا طبعا ليه الأبحاث تعملت شارك فيها أولياء الأمور وبنسبة 80% ده تنمية لثقافة المجتمع كله يعني والمعلمين والمدارس ساعدت وكل المجتمع ساعد ولكن كبداية خطوة أولى من قبل المنظومة الحياتية المجتمعية كلنا خطوة نعمة يعني عايز تقول حضرك إن فيه هدف كان أسمى وهو حراك حراك نحية نحو التعلم حصل الحراك المجتمع أصبح مجتمع تعلم يكفينا للمجتمع كله أولياء الأمور عرفوا إن فيه حاجة أسماء أبحاث طبعا والبحث ده يتعمل في مسميات معينة وشكل البحث فيه مقدمة وفيه مت وفيه خاتمة اللي هي الخلاصة عرفوا حاجة زي كده طبعا ما كانتش معروفة تعرفت كويس إحنا عرفنا تعرفات في الأبحاث عايز بقى تدخل في مادة علمية تكون موجودة تدرس لكل مرحلة سنية من أول ربع ابتدائي تلتة ابتدائي وإحنا مشين كلهم حسب مرحلته العمر العقل التاعو يعني أنا ما أجأتكلم إحنا فيه حاجة عندنا بنعملها في المناهج وأنا كنت شغال في المناهج فترة كبيرة في المركز تطول المناهج والمواد التعليمية في البرج الفضي في الشرق الألفي طبعا وزر ترجمة التعليم ده حاجة حكومية يعني بأستاذتنا الدكتورة كوثر كوجوك أستاذة المناهج على مستوى مصر بحلها يعني يعلمتنا الكلام ده فيه حاجة اسمها مصفوفة المادة والتتابع أنا مثلا لو بكلم عن الميكروب الميكروب ده ده حاجة في الأبحاث حاجة فنية يعني الميكروب ده لما أجي بعرف الطفل الصغير يعني إيه ميكروب حاجة هتضرينه إنما ما برتق شوية مع طلبة أعدادي بقى أبدأ أغوص ما بتيجي لسانوي بقى أبدأ أغوص أكتر إما أجي في الكلية بقى في المتخصين في كلية العلوم وكلية الطب نشوف بقى إزاي نحاربه وإزاي نعمل وإزاي الوقاية منه وإزاي بقى متخصص أكتر في أبعاد مختلفة وجانب مختلفة نتعايزين التدرج ونتدرج في كيفية إعطاء المعنيين والمستهدفين اللي هم الطلبة كلهم فيما يخص في عمر العقل بتاع إشارات خفيلة الحقيقة أنا هشير لكلام حراك يعني ده كان تكليف بداية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أما دعا نحو التحول الرقمي لكل مؤسسات الدولة ثانيا دفع كمان نحو التعليم الإلكتروني وكلف به الحكومة بذلك وكان فيه اجتماعات بالفعل بين دولة رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات أكتر من مرة قبل ما تحصل أزمة كورونا يعني وعايز أقول لحاك كمان أو دعمهم طبعا توفير الاعتمادات المالية المناسبة وعايز أقول لحاك أن كان ابتدت بالفعل الوزراء المعنية في أنها تعمل تأهيل البنية التحتية وكان موجودة سواء على وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي بوابت المعرفة وبنك المعرفة فكان يعني ده تأهيل للمجتمع أنه يبقى مجتمع نحو كورونا يعني دفعت بي نجي بقى لحكاية التأسيمات اللي حضرتك سألتها اللي هو متن السؤال الأصلي إحنا عندنا في حاجة اسمها بالنسبة للبشر عموما البصري والسامعي والحسي الزكاءات المتعددة يعني ممكن نصنف نفسنا أنا الحاجة اللي بسمحها تشديني حضرتك الحاجة اللي بتشوفها بقدر أستوعب الحواس بحاسة معينة الطفل الصغير محتاج بيشوف المدرسة بتاعته قدامه ومرتبط بيها الأمة الثانية ومرتبط بيها ممكن ساعات بتتبادل الأدوار معاه زي الأم اللي موجودة في البيت لا بيسمع كلام المثل أكثر من الأم أحيانا الأم بتهدده من كثرة التأثير وده حاجة كويسة جدا ونستفيد منه وزيلك المدرسة مؤسسة تربوية طبعا تعليمية تربوية تعليمية لعلوم الحياة قبل العلم المهارات الحياتية فالطفل كي جي وان نحن عندنا مرحل بتاعة التعليم 14 مرحلة من أول كي جي وان لحد ثلاث سنة لما نعدهم مع بعض أنا عندي كي جي وان وكي جي تو والصف الأول لابتدائي والثاني لابتدائي والثالث لابتدائي في المنظومة العالمية مضاف لهم الرابع لابتدائي في الكلام اللي أنا بقوله ده في علم النفس ينطبق كمان على رابع ابتدائي إنه لازم يشوف الأستاذ بتاعه ورأي العين وفي نفس الوقت ما ينقطعش عنه تعرف الجمعة والسبت بيأثروا برضه في الطفل لما بيبعد عن المدرسة اليومين دول في نظرية فاندم بتقولي إن الاستيعاب البادي الانفيربل لانجوج يمهمة أكبر أكتر من الفيربل أكتر بقى من ده أنا عاوز أزيدك شيء كمان وزيد نفسي من اللي أنا شفته في أمريكا عملوا حاجة وإحنا دخلت مصر الوقت بس بعض الناس اللي دخلت وانا عرف منظومة محترمة جدا دخلت حاجة اسمه برنامج الـ CDA لتعليم الطفل لتعليم الطفل من الطفل يعلم نفسه بنفسه بحاجات معينة وده اللي هو اللي بنقول عليه فرق بين التعليم والتعلم التعلم دي إن أنا أعمل الحاجة بنفسي معودش أنا أحشيه زي ما كن بعب حاجة حشو فقط ده اسمه تعليم اللي احنا عايزين نبيد عنه لا طلقين طلقين الله ينور عليك اللي هي اللفظة المشهورة المشهورة حيما التعلم بقى التعلم بقى إن الطفل يمارس العملية التعليمية بنفسه وساعته هو ما يقوم بدوره المدرس الـ CDA ده كبرنامج فيه بابده برنامج لجأة ليه دلوقت تشايلد تشايلد اللي هو بيأعلن عن السيد الوزير إن احنا دول لازم يكون حضور كامل هما بيحضروا وديت نظر وديت نظر وديت نظر مع المرحلة المرحلة اللي فيها تواصل مباشر بالتأسيمة لسه فيه حاجات عندنا بقى سنة دكتورة الصف الرابع الخامس السادس دفت المرحلة البتدائية قال لك هما في المرحلة التانية في الحضور يعني إيه في المرحلة التانية إذا كانوا بيحضروا خمس تيام نخلهم يحضروا أربعة أو تلاتة أيوة طيب واليومين التانية نعمل فيهم إيه هقول لحضرتك طيب إذا كانوا كانوا بيحضروا ست تيام في بعض الأماكن لا خلهم يحضروا أربعة أو خمسة ماشي طيب فيما في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية قال لك المرحلة الإعدادية كذلك تبقى أقل شوية في الحضور يبقى ثلاث تيام من الخمسة السنوية قال لك هما يومين اثنين والباقي يبقى أونلاين طيب يعمل إيه في الأونلاين ده يدوره مع عشان نمشي صح لازم تكون العملية منظمة وهادف الحقيقة تفكيره قال لك نعمل قال لك نعمل الآتي أنا هطول على العيال اللي هما من أول الرابع الابتدائي هشوف أنا فقط أدّي إيه في اليومين اللي هيغيبهم من عدد الحصص في المواد إيه بقى هشيل الأنشطة اللي هي الموسيقى والتربية الرياضية والتربية الفنية وكلام ده وخليها أخليها في الأونلاين تأثيرتها هي لعب برضو وكده تأثيرتها في الفاقد هتبقى لا شيء تمام طيب المواد التعليمية الثقافية حننقص حصة من كل مادة طيب الحصة دي نعمل فيها إيه وإزاي نعالجها قال لك أنا يشتغل في المتن بتاع المادة الدراسية الثقافية أنا أدرس عربي أو أنا أدرس ماث أو أنا أدرس ساينس أدرس الأساس اللي أنا عايز من كم معلوماتي هدف معرفي مجموعة من الأفكار عاوز يعرفها هدف سلوكي عايزي أعمل كذا واجف الإجابات بتاعة الأسئلة هي اللي خليها أولاين إن أنا أتعامل معاه أولاين حلوا يا أولاد وأنا أرجى معكم الحلول تدريبات هيبقى أصبح الطالب لم يفقد شيئا من العملية التعليمية لو طبق صح هيجيب النتيجة المثلة إذن كده معلش عشان أفهم الجانب التطبيق أفهم ما حضرت هل كده اليوم الدراسي هيبقى أطول هقول لها حضرت آه هيبقى أطول بس الطلبة الكبار هيبقى أطول أزيد من الطلبة الصغرين إزاي أنا ما قاعد طالب ثانوي اللي يجيه يومين اتنين بس لحد الساعة أربعة ونص خمسة عادة هيقدر يوعد ويستحمل أنا سأنتحق كده لا ده سؤال حرفي لا ده سؤال حرفي لا ده سؤال يعني ما يقدرش معه السندويتش بتاعه الله ينور عليه حتى عقله كل ده مدروس وأدبيات علم النفس التربوي والنمو بتقول الكلام اللي احنا بنقوله ده ولذلك هم ما اتخذوش القرار جزافا لا ده جابوا ده كترة بتقول الغزاء طبعا أكيد بتقول التخذية وكان ده كله وهم اللي قدلوا بسلوه حاجة مطمئنة جدا وبتوضع كتير من الاستفامات دكتور لو طبقت زي ما احنا بنقول كده أو زي ما احنا بنخيلين هتلج وزي ما الوزير عايز وزي ما المجموعة اللي موجودة معا الوزير جاي من خلفية كان بيطور منظومة التعليم على مستوى العالم يعني احنا المفروض على فكرة احنا ما بنحب نطور حاجة بنطور لو احنا حبينا بس كل ما فيها نحاول بقى ما نستخدمش الميديا الاستخدام السيء في التأثيرات اصبح كل الناس اللي يحربوا اي تعديل او اي جديد احصل بقى من حالك الكلام ده وارجع تاني لدكتورتنا ونقول نرجع لدور القسرة دور القسرة ودور المدرسة بس انا تعقيبا على كلام الدكتور اكيد برضو انا عايزة اضيف ان اكيد وفقا للنهج الجديد او الاستراتيجية الجديدة لليوم الدراسي والاكيد دكتور طارق بالمستشارين اللي معه والمتخصصين كمان هيعدلوا في المناهج بحس تتوائم مع هذا النظام الجديد يعني استحاله هيكون المنهج متكدل زي زمان اكيد هيجيبه المفيد فقط لا ده التعليم الالكتروني له الادوات بتاعته المختلفة عن التعليم العادي اه بحس يتناسب حتى مع المدة الزمنية والفكرة في المدة الزمنية كتير من اولاء الامور يعني اولادهم اللي في مراحل السينية الصغيرة مايقدرش يعود فترة كبيرة له احتياجاته البيولوجية طبعا اكيد لول الاكل بتاعه ده ممكن ينام حتى هو قاعد يعني فيها الان صغيرة الامة تبقى عرفاها طبعا يعني ماينفعش يعود الفترة دي كلها من غير مذاكرة مذاكرة على طمت الله فاكيد هو دكتور طارق انا عايزة برضو اضيف لان يا جماعة ما تتخدوش هو اكيد دكتور طارق هيعدل المنهج بما يتناسب مع الشكل الجديد للتعليم ده شيء طبيعي عايزة بقى اتكلم عن دور الاسرة احنا عايزين نقول ان الاسرة الحالية في العهد الحالي بتاعنا مقصرة في حقق ابنها للأسف الاسرة ما بقيتش زي زمان بقى الاب والام مش فضلين انهم يعودوا زي زمان زي بابايا انا مثلا ووالدتي وجدي وجدتي ما بقوش فضلين يعودوا فترة طويلة مع اولادهم والحقيقة ده ظهر فترة الكورونا فعلا الناس اكتشفت نفسها وكتشفت انها مقصرة في حق اولادها مقصرة انها تتواصل وتواصل مع بعض وغرز القيم والمبادئ الناحية التربوية احنا ما نقدرش نعتمد على المدرسة بس فيه دور اسرة مهم جدا من الصغر لغرز القيم والمبادئ لان احنا ازاي نصقف اولادنا لتوسيع مداركهم دي ملهاش علاقة ابدا بالمناهج الدراسية وتبدأ بالقدوة الاسرة يقول قدوة لأطفال زي ما احنا بنقول ان يبقى فيه قدوة في المدرسة للطلبة لازم يبقى فيه قدوة للاولاد في البيت انا عايز بس اكد على حضراتكو لان زكرتوا حاجة مهمة جدا وهي القدوة انا بس بشير لأولاد الأمور ان القدوة مش بالتوجيه يعني نقول لأولادنا اعمل كذلك لا باش لا احنا نعمل السلوكيا اه بالضبط السلوك للأخلاقيات نفسها نعمل السلوك لان أولادنا هايقلدنا أفعالهم سادة لأفعالنا تحول الأقل اه صدود فاحنا في الفترة الجاية دي عشان نقدر نجاري النهج الجديد بتاع الدكتور طارق شوقي وان شاء الله المرحلة الجديدة اللي احنا دخلناها في مصر في التعليم عايزين بقى نبتدي ما نعتمدش على الدراسة المنهجية في المدرس لا دكتور طارق شوقي حاليا بيسعى ان هو يبني انسان يجعله من حافظ لفاهم يجعله من حافظ ده اللي كتير من الناس مش فاهمها هو قصاص المورد البشري مش فقط هنعايز واحد يبقى معاه شهادة هنعايز انسان يقدر يتصرف مع المواقف ناخد اتصال من أستاذ مروان ونرجع تاني لحوارنا أستاذ مروان أهل ما سهلا بيك كل سنطيبين صحة والسلامة وبتلموا عن موضوع يعني بيشغل كل قصرة النهاردة وهو يعني ملامح لعام الدراسي الجديد بالزبط واللي بيشغلنا برضو حددك يعني بالنسبة للسناتر بتاعت الدراسي الخصوصية آه انتحق يعني لا مانش حاجة يعني فيه اللي بيقولوا هو بدأوا يحجزهم ويعني وإحنا مش عارفين حددتك يعني هتبقى مثلا هتشتغل بإجراءات تحترازية أو يعني ده موضوع يعني والحقيقة فيه كتير من القضايا أنا بضمي صوت لصوتك يا مروان كتير من القضايا محتاجة فعلا يعني معايد دكتور طارق شوق يفتح الملفات بتاعتها آه يعني مراكز الدروس الخصوصية المصروفات المدرسية للمدرس الخاصة يعني كتير من آه يعني محتاجة فعلا تبقى فيها شوية تركيز أنا معاك طبعا وإن شاء الله يعني أكيد هيبقى فيه حل آه والدكتور طارق شوق يقال أما نخلص من المتحاد السنوية العامة فيه كتير من الأمور هيبقى هيركز فيها أو هيوضحها شكرا الاتصال هو وضح بالنسبة للسناتر حضرتك يعني برد ردا على الأخ يعني أنه أولا بيغلقوها ومن نهاية العام من حصل كورونا كل واحد فتح سنتر بتاع بتاع دروس أتقفل آه إدى فيه أردارات وصلت من الدولة للمحافظين وكانوا بنزلوا بنفسهم وكانوا بيشمعوها ولدرجة أنه كان ساعات بيوقفوا حد من الشرطة عشان ما يتفتحش تاني زي القفة فترة الإغلاق فترة اللي فاتت دي وهتستمر ما هو ده بقى السؤال هتستمر أقول لحضرتك لي لأنه طالع بها قرار طالعي قرار في وزارة طربية التعليم وبتحرب وبشدة أن أصلا أنا لما جمعت طلبة وكدسهم في مكان أنا كده ما حاربتش كورونا ده أنا جدت الكورونا وقلت لها تفضله أولادنا وبيدي وأولاء الأمور ما الموضوع ده يساعدوا اللي تتكلم فقط دكتورة السقافة المنزلية بقى أو الأسرية ياخدوا بعضهم عيانهم دولة تروح المدرسة بنظام التباعد ما هو لما عقسم التقسيم ده ليه علشان يخلي القلاص الفصل الدراسي ما يزيدش عن 20 طالب أو يمكن يكون أقل كمان ونفرد لأن فيها الغيبة أولاد غيبة ففي أماكن فاضية ده المقصود بالتباعد فيما بينهم أنه يكون بين طالبه الثاني متر يبقى أنا متر قدامه متر وار الدروس الخصوصية الغلق ده هيستمر بعد قرارات الحقيقية طبعا طبعا هيستمروا بقوة والمحافظين بيضربوا بيد من حديد وفعلا جابت صادة واللي بيحصل بقى اللي احنا بنشوفه على الفيس ان بعض المدرسين يقولولهم دروس خصوصية خاصة للطالب فرض فرض عشان ياخد فيزيته أعلى ده موضوع تاني ومين اللي بيدوا ده وظلموا بقية المدرسين قلة اللي كانوا بيدوا دول السناتر والدروس وأساءه للمجموعة كبيرة جدا من عدد المدرسين عدد المدرسين عدد كبير جدا وده بيعني استكمال الدكتور دكتورة سوزان اللواء المسئوليات بقى المتطلبات يعني كانت دكتورة سوزان اتكلمت على دور الأسرة ودور الوزارة أو الحكومة دور المؤسسة التعليمية ودور المدرس والمجتمع والمجتمع والمؤسسات المجتمع المدني الموودين زي المنظمات اللي حضرتك يعني بتكلموا فيها وموودها في الأحزاب والكلام ده يقوموا بدور تواعوي تواعية ودور رقابي أجهزة الإعلام زي ما حدتك بتقول دلوقتي ده أجهزة الإعلام المفروض كمان تتكلم في حاجة قوية جدا وملموسة احنا بنعاني منها التكدس ده سبب وإيه بشي احنا كل سنة احنا بنا مية وخمستاشر ده كل سنة بنزيد لنا عشرة مليون ده جنان وبعدين إيه اللي مين اللي بيزيدوا اللي هم غير مثقفين غير متعلمين تلاقي بيشلاقيين وبيشتكوا وعنده ستة وبيخلف تاني آآ آآ تم ما ده محتاجين ومش لاقي يا فن تم ما ده محتاجين التوعية بقى اقول احزاب تنزل الشارع ولا 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 لازم في دور مجتمعي دور مجتمعي زي ما الدكتورة بتقول طيب بنرجع تاني الدكتورة سوزان ونقول حاجة تكلمتي في جزئية مهمة وكتير من أولاء الأمور ما يزالوا متخفين منها لها إجراءات الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة أولادهم جن مين يضمن وجودها مش بالشكل المظهري لأن أحيانا بيبقى عندنا هاجس إن ده مجرد شكليات أنا كنت مرة اتكلمت برضو في الموضوع ده وقلت إيه أنا كأم خايفة على إبني أو خايفة على بنتي مش منتظر حد يعقم لإبني أنا لازم أصلا لما أجي أخرج أنا في الشارع أو بنتي تخرج في الشارع أصلا لازم تخرج من بيتها معقمة مع كل الأوقات الاحترازية عشان دي بنتي وأنا خايفة عليها مش أستنى حد يخاف عليها أكتر مني وتقوم بقى يكمل اللي بره بره بقى أكمل أو تقاص المهم مني بنتي أو ابني في أمان فدور الأم أو دور الأب أو دور الأسرة إنها ما تعتمدش إن حد يعقم لها أولادها أو حد يخاف على أولادها دي بس الدكتور أنا عايزة زود لدي أعتمد على هذا ولدي أعتمد على هذا عشان نكمل بعض ونطلع أن نوصل لبر الأمان لازم يقوم بدورهم عشان بقى المؤسسات اللي الدكتور بيتكلم عنها تقوم بدورها بقى للمؤسسات العالمية الناس نسيب مكاتبها القيادات اللي موجودة في الإدارات والمدريات والوزارة وينزولوا الأرض الواقع طيب فيه سؤال دايما الناس بتتكلم فيه ومعرفش مدى وقعيته يعني بنطلب من المؤسسات التعليمية إنها تعمل الأجراض فيقولوا الإمكانات يعني يمكن المدارس الخاصة الناس بتدفع فبتوفر أزيدك من الشقر بيت تم رئيس الجمهورية ضعف في ميزانية التربية والتعليم وقدام كل اللي عايزينه وجابه للوزارات كلهم وقال لهم ساعدهم وعونوهم وكلهم بيدوهم المفروض بقى إحنا عايزين للناس المسؤولين الموجودين في الإدارات التعليمية والمدريات يشوف التنفيذ بيشي الحاجات تتسرق طب قلنا حلول عشان يعني المور تروح مكانها فان بصفة حال خبيل الإدارات التعليمية تقعد في كل إدارة من الإدارات يعني عندهم مثلا شؤون الطلبة وشؤون الشعارف إيه وشؤون إيه وشؤون إيه يجي 15 شؤون قعد 15 موظف كل إدارة وفيها واحد ونزل الباقي إلى الميدان يتابعوا ما يرجعوش اللي بعد انتهى لهم الدراسة المفروض ده رقم واحد المدريات كذلك تعمل كده والوزارة تعمل كده وأجهزة المتابعة بتاعتها بالمفاجأة وتنزل وتشوف وتطبيق أنا عايز أقول لسيادتك الوزراء المحافظين نواب المحافظين كلهم في الشارع 24 ساعة أنا عايز بقى الموظفين كمان ومع أدوش الدنيا حاجة تانية عايزين نزودها يعني أنا أتمنى وليست أنا ما باجيش مع مجموعة ضد الأخرى ولا بتاع إحنا عندنا في تكدس في مدارس الحكومة دكتور كتير كمان ويكاد يكون 85% من الطلاب بتاعتنا موجودة في مدارس الحكومة والكثافات من لسان الوزير وصلت لسبعين وتمانين وتسعين في الفصل الدراسي تمام في المدارس التجربية ومدارس الحكومة أكيد دكتور أنت لمس ده طبعا لأننا كلنا عايز شايفين ده في مدارس الحكومة طيب ومدارس الحكومة الاقتصاص ده غصب عننا لازم نستوعب حسب الدستور الطلاب بتوعنا لما يوصلوا للسن القانون اللي هو الست سنين منخضة من المدارس تمام طيب ما أنا أيسر بقدر المستطاع وأشجع الاستثمار في التعليم اللي هو المدارس الخاصة ونحكمها ونساعدهم بأنهم يوسعوا ونأمل ونبقى خففنا شوية عند المقتدرين يخشوا نقطة مهمة جدا دي يا فندم تعقيبا على الدكتور بردو أحب أطرح وأتناول قضية مهمة جدا أنا كنت تناولتها في صفحتي بس أنا عايزة أتناولها قدام الإعلام كله إن فعلا في مدارس كتيرة خاصة مش مرخصة وبيتزاول عملها تمام وفي مرخصة نصف ترخيص وبيتزاول عملها وفي مرخصة نصف ترخيص للأسف نظرا للإجراءات العقيمة في إصدار الترخيصات تضطر تتقفل طيب ليه ما نعملش تصالح زي سيادة الرئيس بالنسبة للمباني نعمل تصالح نشوف إيه الإجراءات المخلفة في المدارس ومقننة بقمو بدل ما نقفلها لا وتستوع وتخفف المدارس اللي جمعها لأن أنا بطرح الموضوع ده يعني اقتراح اقتراح يعني وجيه يعني سياك اقتراحتي إن شاء الله يبقى في دراسة لي يخفوا كده ويفتحوا الموضوع شوية علشان نبتدي نستوع ناخد اتصال من خالد من اسكندرية عليكم السلام عليكم عليكم السلامة الله أهلا بيك أستاذ خالد أستاذ خالد والله الأستاذة يعني بتقول إيه من شوية يعني إيه يعني لازم إيه يعني ابنتي مثلا أو ابني ينزل من البيت متعكم ما هو منك يعيز من البيت متعكم ويروح المدرسة ما هو منك الدورات المياه والحنفيات ما ديه قبل اللي تنقل حضرتك الفيروس ليه يعني حنفيات دي بيتعامل معها أكتر من شخص والحمامات يعني المدرس مثلا لو الدراسة بدأت الحمامات عا تتقفل حضرتك دي حمامات ما مثلا قفلة في المساجد كده ما دي برضو يعني وحضرتك يا أستاذ خالد بتعبر عن نبض كتير من أولياء الأمور بيسألوا أو يعني متخوفين من نفس الموضوع شكرا الحمامات حضرتك مصدر نقل للعدوى والحنفيات حضرتك الموجودة يعني في المدارس اللي بيغسل إيله وبيغسل واجهه خطب الحضرتك وقبل كده برضو قبل منه المستخدم الحنفية طبعا يعني تخوفك في محله وعشان كده احنا بنترح بنترح القضية دي أمام المسؤولين عشان ياخدوها بعين من الاعتبار ومعنا القبراء اللي بيوجهوا الحلول المقترحة وبيطرحوها كمان أمام الرأي العام وأمام المسؤولين اللي عم وجهة مثل هذه المشكلات شكرا أستاذ خالد على مدخلتك زي ما حضرتك كده طيب تسمح لدكتورة طيب احنا لو جينا في أول اليوم القلور لما بيحل ويترش كل حاجة موجودة في المدرسة بمفهوم المقابد بمفهوم الدورات المياه والمقابد بتاعت الأولاد وقلنا فيه نظام التباعد واللي موجود في المدرسة مش هيزيد عن تلت القوة في المدرسة ككل يبقى الاستخدام كده على واحد من ثلاثة بادي مكان موجود رقم واحد لأن ده برضو فايدة التقسيمات اللي هكونا بنتكلم فيه رقم اتنين القلور المحلول ده الطالب ما يلمسوش عشان ما يضروش والدادات اللي موجودين والعمال اللي موجودين كل حصتين أو تلاتة ده الصح يعني يتم برضو الرش والتطويق والتنشيف علشان ايه؟ علشان الطالب ما يلمسو الكولور وزي ما الدكتورة سوزان قالت المتابعة وزي ما سيادتك ما قلت الناس تعمل رقابة ناخد مداخلة من أستاذ عودة من بنسويف أهلا بيك أهلا بيك اهلا بيك تفضل دهتك دلوقتي تقولوا أنه داع المدرس الخاصة أنا راجل دلوقتي ذاتي رعا الله ومعايا تلاتة أولاد بيتعلم المدرسة الحكومية فأنا جدهم من ألن المدرسة الخاصة آه تمام احنا ما جدناش شكرا يا شكرا الدكتور رقفة هيرد على حراتك وتابع معنا من خلالة لا يا فندم احنا ما قلناش ان الناس تودوا أولادها مدرسة خاصة احنا بنقول نوسع المدرسة الخاصة عشان تخفى عن مدرسة الحكومة ويبقى العدد بدل ما فيه تسعين وبدل فيه تمانين وبدل فيه سبعين في التفاصل لا هيبقى فيه أربعين اللي هو النص لما احنا نزود عدد المدرسة الخاصة المقتدر هيروح المدرسة الخاصة فهيوسع مكان هيوسع مكان لغير قادر ده اللي احنا بنتكلم فيه وفي نفس التوقيت لما تكثر تكثر المدرسة الخاصة في عددها هيبقى فيه منافسة هتقل المصرفات بتاعتها كمان اهو ده بقى اللي أنا بقولها هتقل هتقل المنافسة بتولد ايه اعتقد دكتور رقفة يعني بضم صوتي لصوت حالد ان الاول مرة كمان الحكومة بتفكر خارج السندوق واعتقد ان فكرة التعليم الهاجين بتحل مشكلة الكسافة وبتحل مشكلة الاماكن نظرة الاماكن او المؤسسات التعليمية فده يعني تفكير ابتكاري للتعامل مع مشكلة اللي هي الخاصة ده أنا عايزة ازود لحضرتك والدكتورة معلومة من داخل الميدان في المدارس بتاعت الحكومة في مدارس برغم يعني نشوف نحن اتفقنا ان فيه اقتصاص بالنسبة لعدد الطلب لا كمان فيه عجز صارخ في المدارسين اه ده مهم وخصوصا في المدارس الرسمية لغات اللي هي التجربية نسمى التجربية قديمة الحكومية للغات اه اشوف اللي انا هقول عليه ده يا دكتورة ومن داخل الميدان واعلمه وطبعا ماينفعش نقول اسماء مدارس وماينفعش اقول ادارات كمان عشان ماينفعش اه الانجليش الماث الساينس عجز صارخ لا ده تلاقي ممكن يجي نص استحد نص السنة وفي مدارس الحكومة ما فيش فالرجل هيحل ازاي الوزير فقال لك احنا ما نخف كلام ده ونعمل الكلام ده هنبدأ نتبادل بين المدارس يروح على كذا مدرسة وده بيعملوه ده يشي طبير في ادارات هنا بيتعمل كده المدرس بيلف على 3 ا4 مدرس عشان يحلوا الموقف عشان يحل وده نرجع للنقطة الاولانية خالص المواليد اللي كل يوم بتتم ونتيجة الصقافة المجتمعية ان احنا بنزيب بال10 مليون في السنة فالغول ده اللي بيأكل كل حاجة في الاقتصاد وبيأكل كل حاجة في الصحة وبيأكل كل حاجة في التعليم سبب من الاسباب فلازم الناس برضو تاعي الامور ده طب انت ما انتش لاقي بيتخلف ليه كل سنة وبيجيب السادس والسابع وبتعيط ليه ويجي يقول لك يا دكتور يا دكتور انا مش عارف عيش طب انت ما انت السبب ما انا هو افضل منك ماديا واثنين ولا تلافظ بيتطفق مع دكتورة سوزان ومسؤولية الاسرة وفي حاجة مهمة برضو على فكرة فايدة التعليم المدمج ما بين المدرسة يعني بالتالي احنا بنقلل تواجد الاطفال في المدارس وبالتالي بنقلل حجم المشاكل اللي طول السنين اللي فاتت اولياء الامور نفسهم اللي بينتقدوا الموضوع ده كانوا برضو بينتقدوا وبيكتروا من المشاكل نظرا عيل ضرب عيل مدرس ضرب عيل مش عارف ايدا فكانوا دايما بيشتكوا وكان بتحصل فعلا حوادث وتحصل جرائم احنا كسمعنا عنها كتير فاحنا لما نقلل تواجد الاولاد في المدرسة هنقلل المشاكل احنا بعايز اجي كده مكان اولياء الامور بقى دكتورة واقول لها حاجة كلام حاجة مزبوط ولكن التعليم عن بعض او التعليم الالكتروني او التعليم الالكتروني في مشاكل اقول لحضرتك ايه عيوب التعليم اقول لحضرتك المشاكل بتاعة التعليم الالكتروني سببها اخفاق الاسرة والمؤسسة التعليمية للقيام بدورهم الواجب القيام به يعني كل واحد كان بيرمي الحملة على التاني الاسرة كانت مودية ولادها ودروس خصوصية وانا ماليش دعوة وما اللي يعلموهم وده غلط انتوا عليكوا دور وده غلط انتوا المفروض لكوا دور وما لفين دور الأسرة للتوعية يعني انا مثلا واحدة اهو وليت امر انا واحدة وليت امر ابني اهو انا سايباه في الاجازة لا انا بعلمه من دلوقتي يخش ازاي جوجل وازاي اديله معلومات عامة لتسقيف وتوسيع مدركه عشان لما يروح المدرسة مش يبقى حافظ منهج لا يبقى عنده معلومات عامة لإسراء شخصيته انا ام وعايزة ابني مختلف عايزة ابني متميز فعلشان يبقى متميز لازم اتفع التمن غالي لا تتعلم بقى اتفع التمن غالي في ايه المتابع وقتي المتابع مجهودي ده الام مدرسة ان قعدتها قعدتها شعبا طيبة الأعراك صح فين دور الأسرة لازم نرجع بدور الأسرة للماضي وما تكسلوش والأم دور الأسرة ودور الأم نظرا لمشاغل الأب ومتابعة الأب ومتابعة الأب لمدى تنفيذ أوامر أو تعليمات الأم ومسندة الأم لازم أخذ تعكيب برضو من دكتور رأفة عيوب للتعليم الإلكتروني أقول لحضرتك دايماً إحنا أي حاجة جديدة في المجتمع لازم تقابل بالرفض والحرب وده أصلاً التعليم الإلكتروني ما هو موجود في العالم كله وبقاله سنين طيب إحنا نتنين بالكتاب بتاعنا العقيم ده تم نمشي الاتنين مع بعض لحد ما نستفيد بالإلكترونيات دي وبالتكنولوجيا دي استفادة كاملة وقامت بدور لو عبيت أسأل حاجة بقى الفرق بين التعليم في الغرب والتعليم هقول لحضرتك إحنا جبنا أنا مثلاً أنا بدون طبعاً ذكر أسماء في منظومة أعرفها كويس جداً وامتبعها كويس جداً وفيها مثلاً 30-40 مدرسة عملت الآتي اشتغلت أونلاين بحرفية من أول يوم وجداول نزلت الأولاد واشتغلت ولما تلاقي الولد نايم وما يعملش يتصلب ولي الأمر ابنك مش قاعد لي لأنه قم بيظهر على الشاشة عندهم من اللي يتابع إحنا عايزين ده يكون موجود في المدارس ولي الأمر رح يصحبني وقاله وقعد وتفرق لحد ما أوليات الأمر أيوة كنا يحضرنا في الحصص الأونلاين لدرجة أنهم أتعلموا مع أولادهم أنا والله تعلمت أنا تعلمت الدويتش اللي هو الألماني في الأونلاين بعض من أوليات الأمر أعرفهم يعني عن احتكاج بالأسماء تعلموا فلا ده هو سلاح قوي ذو حد واحد إن أحسنت التعامل معه فست في الصدارة مع الدول المتقدمة إن أسأت استخدام التكنولوجيا دي هتاخدك في اتجاه تاني اللي هو اتجاه الشمال أو اليسار اللي هو أنا عندي الحاجة الحلوة والحاجة الوحش التعليم بقى نستفيد من التكنولوجيا في التعليم ومع وجود المدرس أيضا وهو المدرس برضو لا يخوش أولاين بتاعه ويقول له اعمل كذا ما تعملش كذا ده حاجة كويس بس إحنا العجل ليها كورونا ونجحت على فكرة نجحت 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 ليها أقول لحضرتك أنت تعلم إن أنا في منظومة عندنا بندرها يعني أنا بدر في وليت أمر في كي جي تو تقول الميل بتاعي بني مش شغال دلوقتي بيجاهز نفسها أنا احترمتها وخليت اللي هم قائمين على الأمر يتفعلوا بيجاهزوا نفسهم إنه يشوفوا إلا إيه المشكلة عندها وحلوها وفيش شك إنه تعديل فيه حرص يحرص يبقى الناس ابتدت لما حست إنه فيه مشكلة زي ما حدتك قلت لأنه نحن كشعب واعي لا يظهر معدنة إلا وقت الأزبات وحننجح والله طيب نقول كمان يعني بشيء من التفاصيل إيه هي المؤسسات المعنية اللي دورها مهم في نجاح العام الدراسي الجديد وإيه هي الأدوار المفروضة أولاً كلام الدكتورة بعد إذنك لا إفضل عندنا التعليم وعندنا الصحة وعندنا وزارة الإنتاج الحربي والإعلام عشان بتعمل دلوقتي التابلت هل تعلم بإن الوزير عايز وبيجهزه نفسه معن طريق العقود اللي اتعاملت مع وزارة الإنتاج الحربي إنه هم يعملوا ينتجوا التابلت ويوزعوه برضو خد بالك ده اللي قاموا بدور كبير جداً للدولة إما تدي تابلت تابلت طالب في أول وثاني ثانوي تابلت موجود في السوق من مركبة مشهورة جداً بتبدأ بحرف الإس معروفة بسبع تلاف جنيه هي دي شوية ده مبالغ طائلة يبقى الدولة أمت بذور لأنها استثمرت في البشر ووزير الاتصالات برد وكمان حاجة تانية شوف بقى العدل بقى أنا شهد بدي وارفع القبعة للقيادة في البلد ولوزارة بعد القيادة بعد أوامر القيادة والتدعيم المادي اللي حصل من وزارة المالية بأمر سيد رئيس الجمهورية إن يدوا طلاب أول وثاني ثاني وفي المدرسة الخاصة سلمون ببلاش أنا أنا استلمت وسلمت من التربية والتعليم كل بس اللي عملوه مدوش المدرسين بتوع المدرس الخاصة زي مدرس الحباب مفيش مشكلة يجبوا لهم ويجفروا لهم الحاجات دي بس ده حاجة عزيزة لا دكتورة والدولة أمت بذورها واجب علينا إحنا بقى إن إحنا نطور من نفسنا وندعم ونساند وبلاش بقى الكلام ونستخدام وملاش الكسل بقى ونستخدام الجماعات اللي بتبقى على الفيس ومميز والبدأ ونقض نتخل لأ ده إحنا لازم نخش في الصعب وولدنا وبعدين في حاجة الدولة أو وزارة التربية والتعليم بقت تاخد حتى لو الطالب جاوب نص إجابة ربع إجابة تلت إجابة تقول له أنت كويس أنت كده عديت بس أنت عملت يكفيك شرف المحاولة لو أنت عايزين إيه تاني إحنا عايزين إيه تاني أنا مش عايز حاجة تانية غير إن أنا إيه أخد بقى وصحح من أخطائي وانطلق بقى مع المنظومة علشان أمشي مع العالم لازم أوائم يعني ده أخد بقى من كلام حضرتك لدكتورة سوزين نصيحك لربات البيوت كيفية مواجهة الشائعات وإزاي تتحقق من أي معلومة عشان يعني تسير في الضرب الصحيح نحو نظام تعلم جيد لأبناء نمرة واحد إن إحنا الأول نعمل الواجب اللي علينا مناش دعوا بحد يعني إحنا نعمل الصح زي ما بيقولوا إحنا نعمل الصح دي نمرة واحد نمرة اتنين سبق قبل كده الدكتور طريق شوقي قال أي معلومة في أي موقع أو أي صفحة لا يعتد بها طالما لم تصدر في صفحة وزارة التربية والتعليم أو صفحة رئاسة الوزراء أو صفحته هو الشخص مهمة مع الكلام ده مهم جدا إحنا ناخد المعلومة من المصادر اللي الدكتورة سوزان بتقول صفحة رئاسة الوزراء وصفحة وزارة التربية والتعليم وصفحة الدكتور طريق شوقي الشخصية نفسه غير كده أو يطلع في مؤتمر صحف المتحدث الرسم لوزارة التربية والتعليم يتكلم إحنا الدكتور طريق دلوقتي بيتواصل مع الناس والله دايما يرد على الناس في الواتس وفي المسانجر وفي كل حتة بصراحة أنا أول مرة أشوف وزير يعني يعد يتواصل مع الجمهور بالصورة بتاعة الدكتور طريق لا الحق لازم يتقال وبعدين في السؤال يتقال لنا طيب في ظل جاعة الكورونا اللي احنا فادي احنا قدامنا حل تاني غير التباعد وان احنا نلجأ للتكنولوجيا وهنمشي الاتنين مع بعض يبقى ده حاجة كويسة مننا هنمشي الاتنين مع بعض الدول دولة الكويت وقفت الدراسة ومشت أونلاين بالسنة الجديدة وتخذ القرار خلاص عدوا في البيت وبأونلاين وهيجي لكم البتاع وانتهين تبنون الاحسن بقى الاتنين مع بعض مع الموقف الاحترازية والتأمين قبل نزول زبالة الدكتورة والمتابعة من الجهات المعنية في التربية والتعليم للتطبيق التنظيف والتعقيم والكلام ده ورشه والكلور ده سعره زيد جدا هجيب الثلاثة أربعة خمس ست جراكن هيقضوني اليوم وهعمل المدرسة كلها عشر مرات لأنه بنحله وكلام يعني إيجابي وتفعيل العقوبات ويعني إن شاء الله إن أنا أختم حلقتنا بقى برسالة من سيادتك للمعلم المعلم ما يبصش لحكاية الراتب هو كل حاجة أنت في عقدة عمل وحصل بينك وبين التربية والتعليم إن أنت تشتغل كلما دخلت الكلاس أو الصفة أو أونلاين الصف المفتوح تعمل اللي عليك عشان ربنا يبارك لك ده حاجة الحاجة التانية برضو فيه أكيد القيادة التعليمية إنها هتنزل للمعلمين وهتحسن أوضاعهم الفترة اللي جاية دي وبيحصل وهيحصل وديت معروفة وإحنا بنطالب بالمزيد لإن المعلم ده رقم واحد في مصر لإن هو اللي بيطلع الطبيب وبيطلع بالزابط وبيطلع كل حاجة فلازم يكون هو القضوة ويعمل اللي عليك علشان ربنا يكرمك ده رقم واحد وفي نفس التوقيت إنتوا بنحترمكم ومؤثرين فينا مين فينا ناسي معلم لابتداء أنا فاكرهم دلوقتي ممكن أقول لك بالاسم وفيه منه أحياء وبيسعدوا جدا لما أنا أقول اسمه لحد الوقت أنا كنت من عشرات السنين وكانوا بيدرسونا وحفظوهم علموا فينا ده المعلم ده كاد المعلمه أن يكون رسوله هتاخد حقك وهيجي لك حقك وربنا هيكرمك وإنت في المجتمع فوق جابين وفوق راص أي واحد يتعلم من المعلم ولكن هو أنت مظلوم شوية مظلوم حقك شوية ماديا هتتصلح يعني رسالة للمعلم إنه يعني يتطمنوا إن شاء الله إن شاء الله وإحنا بندعمهم حقيقة يعني وصلنا نهاية حلقتنا وجاوبنا عن تساؤلات كتير حوالين ملامح العام الدراسي الجديد بشكر ضيوفي في الاستوديو دكتور رأفة أمران خبير التربوي ودكتورة سوزان أحمد علي الخبيرة والمفكرة التربوية التعليمية شكرا جزيلا عزيزي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا